عندنا حد هو من اعلام المنافس بس مش تابعه يعني انا منهم بس كده يعني هو كابتن احمد الطيب كابتن احمد الطيب اللي كتير جدا من جمهور النادي الاهلي وانا بوصله الرسالة دي اوعى تعتقد ان جمهور النادي الاهلي اللي بنشوف على صفحات في تعليقات عنده موقف منك بلا مبرر لما نشوف اللي جاي ونشوف تصرحاتك ونشوف كلامك هنعرف اذا كان فيه مبرر ولا لا اول فيديو كان لكابتن احمد الطيب بيكلم فيه عن الانتماء في احد القنوات مع اعلامي اخر او صحفي اخر جزائري نطلع ونسمع الفيديو ونرجع نعقب وليش هرد لك الكابتن احمد الطيب لانه هو سبق وقال انني انتمي الى الثالثة شمال واليوم كل الثالثة شمال فرحانين ببطولة افريقيا بكاس الابطال والكابتن والكابتن طيب هذا لا يعني انتماء هو ايضا للثالثة المين يجب ان يفتخر كأنه بأنه زم الكاوي الله انا قلتلك انت قلت ان انت اهلاوي احنا هنا ببنش برنامج فطفة احنا بنحل الكورة انت اخترت كده خلاص مالكش دعوب غيرك بقى مالكش دعوب وفلان تابع ايه ومش تابع ايه ما كنت قاعد جنب هنا وحلو زي الفل لما بعدت مالك ايه حبيبي حكيم يعني الشقيق الجزائري المحترم اللي راهن عن نادي الاهلي وفقا لمعطيات هو قال ان هي تاريخية وفقا الانتماء وهو لما جاه بعد كده في الحلقة بقول له عرض لك فطبيعي كابتن احمد الطيب فجأة بيتهمه ان هو كده وكأن انه انت زم الكاوي دي مشكلة ويعرف نفسه دايما على انه شخص لا ينتمي لنادي الزمالك ولكنه محايد انا عايز اقول لحضرتك الموضوع اللي انت لازم تقيمه وتعيد حسابتك فيه هل ردود فعل الجمهور تجاهك هي ردود افعال تجاه شخص محايد هل جمهور النادي الاهلي مادونة غيره وعنده مشكلة معاك بلا سبب وعلى فكرة احنا حلو جدا ان انت كلك انتماء وانك لا تفسح عنه بس فيه رأي في النوعية دي من الاشخاص يا احمد حلو جدا واجيه جدا الاشخاص اللي ليهم انتماء بس ما بيعلنوش عنه عندك انت رأي حابب تعرضه لا انا عندي رأي الكابتن احمد الطيب نفسه هو هو نستعرض رأي الكابتن احمد الطيب نفسه او اهلاوي او محايد اعلن عن عاطفتك وانتماءك ولكن دون تجريح او تقليل من الاخرين زي الفل جدا لكن هتكون على الخاص متعصب وبتاكل في نفسك وعلى عام عامل فيها محايد انت الخسران اول ما هتبص في المراية هتكره نفسك والجبن اللي انت فيه وهتموت وانت جبان اعلن عن حبك وده لا يعني انك تكره الاخرين فانت تحب زوجتك او ابنائك او ابوك وامك واخواتك وده لا يعني انك تكره الاخرين حافظ على احترام كل الاخرين واستمتع بمن وما تحب وقتما وكيفما شئت مش كده ولا ايه وختاما ايوه اسرخ بصوت عالي الزمال الجميل بصوت فهد الايتيبي اعتقد الرسالة اللي بيوجهها الكابتن احمد الطيب كان بيحطها امام مراية الفكرة كلها كان ممكن بدون الزمال الجميل بصوت فهد الايتيبي نقول ان ده مبدأ عندك ومتوجل الكل لكن بما انك اعلنت الجملة دي فاعتقد دي مش جملة واحد اهلاوي ولا جملة حتى واحد سويسي يا كابتن احمد دي جملة واحد زمال كاوي ففكرة بقى ان انا سويسي ومنتمي لنادي السويس على عيننا وعلى رأسنا كل الناس بتوها السويس وعلى عيننا وعلى رأسنا كل اي حد منتمي لأي نادي لكن الفكرة كلها ما تبقاش زمال كاوي كابتن احمد ومش قادر تبين ان انت زمال كاوي لان انت اللي بتقول انت الخسران واحنا بالمناسبة يهمنا جدا اللي عمله الصحف الجزائري او المدير الفن الجزائري اللي قال انا اهلاوي واعلن عن ميوله وانتماؤه للنادي الاهل لان احنا دايما في النادي الاهلي بنحب اللي اهلاوي يقول اهلاوي اي حد اهلاوي هيبدأ يقول انا محايد ما بيلاقيش عندنا في جماهير النادي الاهلي مكانة للمنتمين فبالتالي أتمنى يا كابتن أحمد يبقى عايز تقول حاجة أنا عايزك تتمنى لازم نقف عند حتة ونعمل لا يسترس كويس قوي إنه هو قال متعصد بشكل آه على الخاص ومحيد على العام وقف مع نفسك في المراية نتمنى يا كابتن أحمد توقف مع نفسك في المراية وتقول لنا أنت شفت نفسك إيه. لا هي الفكرة كلها إن الكابتن أحمد وارد فعلا يكون نحن بنتجن عليه. وارد جمهير النادي الأهلي تكون بتتجن عليه وارد إحنا لمسين حاجة أوفر مثلا شوية لكن لما نشوف الفيديو ده هو نعرف إن الكابتن أحمد ما يعني يكنه بداخله تجاه النادي الأهلي بوضح حتى الغري المصريين نشوف الفيديو طيب حتى تكون الأمور يعني هو غير محايد تماما يعني مع الأهلي المصري حتى تكون أمور واضحة أو محايد نمشيه مباشرة. لا محايد أو مش محايد أنا ليه موقف بشوفه أنا بقوله ده المين أو الشلي مين ده موضوع انت خارج بس بس هيكل باختصار انت خارج من مكانك عشان تلب الكورة انت ملعبتهاش جيت في خط المصار بتاعي عالطلطيني ضرب الجزاء أعتقد كابتن أحمد مش إحنا المتجنيين يعني لما يكون حكيم السبع مدرب خراس مرمى وشخص جزائري ويجي يقول لك أنت عندك محتاجة وأنك تلت يمين فده ممكن هنقول مثلا أهلاوي طب كمان الأستاذ هيكل أو هيكل بلهجتنا المصرية لما يقول لك أن انت دايما في اتجاه ضد النادي الأهل بغض النظر عن وقتها كان الرأي بتاعك أو الرأي اللي انت قلته في راكلة الجزاء من عدم هو صح والغلط لكن هو أصلا مقدم البرنامج نفسه اللي عايش معاك خبرات كتيرة جدا بما أنك ضيف دائم ومقدم برنامج يلمس جواك أن انت ضد النادي الأهل تماما فأعتقد يا كابتن أحمد ريح الأمور دي كلها واطلع لان انت زمال كاوي مش عيب إطلاقا والله حتى على البوست اللي انت كذبه انت أصلا بتقول مش عيب طيب حنسبنا من الكلام بتاع كابتن حكيم السابع وهنسبنا من بوست كابتن أحمد الطيب فنسبنا من كل ده بس حنروح للعين اللي شافت المباراة عين كابتن أحمد الطيب وهو بيحلل المباراة وبيقول شافها ازاي وانتوا اللي حكموا وكابتن أحمد الطيب بعد ما نرد عليه يحكم دي عين منتمي ولا عين محايد مهني متخصص راجل بيؤدي عمله نطلع نسمع الفيديو ونرجع نعقب عشان عندنا رد مهمي لكن تحليلي وقراءتي قراءتي المسبقة لحيثيات الأهل والزمالك في الأخير أعطتني الحق لأني أنا كنت الوحيد في الأستوديو الذي قال سبعين ثلاثين أنه الأهل هو سيكون البطل وهنا نحييوك على القراءة وهذه قراءة والتحليل استباقي لكل ما سيجري هو توقعات هنحييوك على توقعات لحظة تاني أنا هناخد اللقاء بكده يعني إيه سبعين ثلاثين أصدوا أن المباراة تبقى سبعين في المية من حيث المستوى تلاتين لصالح الزمالك بس الأهل بيعرف يكسب ولا يقصد سبعين ثلاثين في المية هو يقصد سبعين ثلاثين بتاعك لما قلت أن دي سبعين ثلاثين لا هو نفسه بيقول أنا توقعت المباراة سبعين ثلاثين سبعين ثلاثين دي احنا شفناها في الأداء في المباراة الزمالك كان أفضل بنسبة سبعين إلى ثلاثين لكن الأهلي فاز دي موجودة في الكلمة مهم جداً الكلام كابتن حكيم الساب هو أعرب عن انتماؤه للنادي الأهلي وهو شخصية كلامها مهم جداً بالنسبة لنا وقال أنه كان ليه توقعات معينة كابتن أحمد الطيب قال أنت شفت اللي محدش شافه لأن إحنا شفنا أن سيطارة الزمالك كانت هي لسبعين ثلاثين كابتن حكيم بيقول توقعاته قبل المباراة نسبة سبعين إلى ثلاثين كابتن أحمد الطيب لما حب يرد عليه عكسها اللي يطارة في المباراة وقال أنه شافها سبعين ثلاثين بس هل فعلاً كياد سبعين ثلاثين هل